بسم الله الرحمن الرحيم وهي وحدة البحث الفقهي وسوف نتكلم عن أمرين أو عن موضوعين الموضوع الأول الهيئات والمجامع الفقهية الموضوع الثاني التعامل مع الحاسب الآلي في البحث الفقهي تابعوا معي في الكتاب في صفحة 163 بإذن الله عز وجل سوف نعرض في هذا الدرس ونتعلم أمرين أساسيين الأمر الأول سوف نتعرف على أبرز الهيئات والمجامع الفقهية الأمر الثاني سوف نعرف كيف نوظف الحاسب الآلي في البحث الفقهي طيب أولا أول هذه الهيئات والمؤسسات هي هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هذه الهيئة تأسست عام 1391 مهامها تتولى طبعا عندنا هنا لمهامها أمرين أساسيين الأمر الأول تتولى الهيئة إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر بمعنى أن الحاكم قد يحتاج معرفة الحكم الشرعي في أمر معين أو في نازلة فيحيل هذا الموضوع إلى هيئة كبار العلماء هذا هو هذه المهمة الأساسية الأولى المهمة الأساسية الثانية أنها تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة إذا في أحكام عامة للناس فإن هذه الهيئة هي التي تتولى إصدار مثل هذه الأحكام وقد يكون مثال واضح وجديد في واقعنا ما أصدرته الهيئة مؤخرا فيما يخص الصلوات في المساجد وقت الوباء وخاصة الآن ونحن نعيش مع هذا الفيروس أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن بلاد المسلمين جميعا هذا الوباء أفتت الهيئة مشكورة في مثل هذا الموضوع وأن الصلوات لا تكون في المساجد حتى لا يتجمع الناس والمؤذنين يؤذنوا بأن الصلاة في البيوت ويصلي الناس في بيوتهم الأمر الثاني أو الهيئة الثانية هي عندنا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذه اللجنة أساسا هي متفرعة من هيئة كبار العلماء يختار لها مجموعة من العلماء الكبار ويتفرغون لأجل دراسة المواضيع التي سوف تعرض في الهيئة فمثلا عندنا بعض المواضيع التي تدرس في الهيئة تتولى هذه اللجنة إعداد البحوث الخاصة لهذه المواضيع التي سوف تدرس في جلسات هيئة كبار العلماء الأمر الثاني أن هذه اللجنة تتولى إصدار الفتاوى في الشؤون الفردية الفتاوى الخاصة يرد إليها مجموعة من الأسئلة من الأفراد من الناس من أي مكان ترد إليهم الفتاوى وهم يعتبرون الجهة الرسمية في البلد الذين لهم الحق في إصدار الفتاوى في مثل هذه الأمور فعرفنا الآن أو نقول مؤسستين الأولى هيئة كبار العلماء الثانية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ثالثا مجمع الفقه الإسلامي المجمع الفقه الإسلامي هذا تابع لمنظمة التعاون الإسلامي سابقا كان اسمها المؤتمر الإسلامي الآن تغير اسمها وصار اسمها منظمة التعاون الإسلامي طبعا وهذه مقرها في تأسسة عام 1401 ومقر هذا المجمع في مدينة جدة في السعودية يبلغ عدد الدول المشاركة في هذا المجمع 43 دولة الدول المشاركة هنا 43 دولة من أصل 57 دولة يعني الدول المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي هي 57 دول دولة وهي الدول الإسلامية الدول التي تشارك في هذا المجمع هي 43 دولة من كل دولة يختار منها عالم أو أكثر من عالم يكونون من أفضل العلماء الموجودين في هذا البلد ويشاركون في مجمع الفلك الإسلامي طبعا هذا المجمع يدرس فيه أهم ما يرد على المسلمين من مسائل فقهية ثم يصدرون فيها بحوث خاصة ويبينون فيها الأحكام الشرعية طيب بعد ذلك الهيئة نقول هنا الرابعة مجمع المجمع الفقهي الإسلامي وهذا المجمع تابع لرابطة العالم الإسلامي أهداف هذا المجمع لو عدة أهداف الهدف الأول يبين الأحكام الشرعية فيما يواجه المسلمين الأمر الثاني يبرز تفوق الفقه الإسلامي على القوانين الوضعية الأمر الثالث ينشر التراث الفقه الإسلامي ويعيد كذلك سياغته الأمر الرابع يشجع البحث العلمي في الفقه الإسلامي كذلك هذه أربع هداف خاصة في المجمع أما الوسائل التي يتخذها المجمع فعنده عدة وسائل أولا ينشئ مركز معلومات الهدف من مركز المعلومات هو أن يعرف حال البلاد الإسلامية ويجمع هنا معلومات عن كل بلد وعن احتياج كل بلد وما هي المسائل التي يحتاجها لكل بلد الأمر الثاني يضع معاجم وهذه المعاجم خاصة في المصطلحات الفقهية التي يستخدمها الفقهة فيوضحها حتى تسهل للباحثين كذلك يصدر مجلة فقهية محكمة أيضا يتعاون مع مراكز البحث العلمي أو المجامع الفقهية المشابهة كذلك يعقد الندوات والمؤتمرات العلمية أيضا يترجم الإصدارات التي تخرج من هذا المجمع لأكثر من لغة نأتي الآن إلى عنصر جديد وهو كيف نتعامل مع الحاسب الآلي في البحوث الفقهية نقول أولا إذا جينا ننظر الحاسب نجد أننا عندنا مجموعة أمور ممكن نستفيدها من الحاسب في البحوث الفقهية أول شيء في برامج جامعة متخصصة في الفقه الإسلامي يعني برنامج خاص كله يتحدث عن الفقه مثال جامع الفقه الإسلامي وطرق البحث فيه هذا البرنامج اللي يسمه جامع الفقه الإسلامي لو عدت طرق في البحث ممكن نبحث من خلال النص يعني ندخل يعني من خيارات البحث فيه أن ندخل النص أو الكلمة ويأتينا يعني بالكلمات التي وردت في الفقه الإسلامي بهذه الكلمة ممكن نبحث في هذا البرنامج من خلال البحث الفقهي أو الفهارس فبالإمكاننا نستعرض كثير من الفهارس التي تحدثت حول العنوان الذي نريده أيضا ممكن نبحث بالمصطلحات ندخل المصطلح الذي نريده ثم يعطينا خيارات أو نتائج البحث في المصطلحات التي بحثنا فيها أيضا من ضمن خيارات البحث البحث الموضوعي وهو أهم خاصية في البحث حتى في كل البرامج البحث عن طريق الموضوع بمعنى أنك تدخل العنوان الذي أنت تبحث عنه ثم هو يخرج لك النتائج البحث في كل الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع وهذا أغلب ما يحتاجه الباحثين الأمر الخامس والأخير البحث المتعدد هذا البرنامج في ميزة أنك ممكن تبحث مثلا في موضوع من موضوعات مثلا ذكرنا سجود الساوء أو نقول سجود الشكر مثلا من خلال الموضوع ومن خلال البحث النصي ومن خلال البحث في المصطلحات فبدل أن تدخل مثلا عملية البحث لا تدخل عملية البحث المتعدد وتضيف عندك ثلاث أربع خيارات من البحث ثم تأتي لك في النهاية شاشة نتائج البحث تذكر فيه كل النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث المتعدد في الخيارات التي اخترتها أنت طيب هذا برنامج خاص أو مثال على برنامج خاص متخصص في الفقه في مثال آخر لبرامج عامة تشمل عدة مواضيع ويكون الفقه من ضمنها مثل بعض البرامج مثل الجامع الكبير هذا جمع فيه الكتب التراثي الإسلامي من ضمن الكتب التي جمعت فيه هذا البرنامج هي كتب الفقه هذا البرنامج يحتوي على أكثر من 1775 عنوان للكتاب وهذا يعادل أكثر من 15 ألف ملف حاسوبي أو نقول كأننا نقول مجلد يعني كل ملف يعتبر مجلد كذلك من طرق التعامل في البحث في الحاسب أننا عندنا برامج متخصصة في كتب معينة هذه اللي قبل الثانية كانت برامج عامة في يعني نقول في عدة كتب هذه لا تكون في كتاب واحد مثل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيوجد برنامج خاص للبحث فقط في الفتاوى والتعرف على أراء شيخ الإسلام وترجحاته في مثل هذه المسائل رابعا تطبيقات الجوال وهذه الآن هي الآخر ما توصل إليه التقنية أنه يوجد بعض التطبيقات تساعدك في البحث مثل تطبيق عندنا مثلا جامع الكتب التسعة في كل الكتب التسعة اللي في الحديث البخاري ومسلم والسنن مسند أحمد وغيرها من الكتب كلها موجودة في تطبيق في الجوال ومن خلال الجوال بإمكانك أنك تبحث عن حديث وتعرف مصدره وتقرأ بعض الشروحاته وبعض المسائل حول هذا الحديث طيب في النهاية آخر طريقة عندنا من طرق البحث العلمي هو استخدام الشبكة المعلوماتية أو نقول الإنترنت الإنترنت عندنا طريقتين الطريقة الأولى في مواقع بحث إسلامية بمعنى أنها مواقع موثوقة ومعروف أصحابها ويشرف عليها مجموعة من العلماء نأخذ مثال عليها مثال موقع الإسلام هذا الموقع يشرف عليه أو تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية كذلك موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية الإسلامية والإفتاء عندها موقع بهذا العنوان وتشرف عليه الرئاسة العامة الطريقة الثانية أننا نلجأ إلى محركات البحث العامة ومن أشهر المحركات هي محرك محرك البحث جوجل فممكن تكتب فيه عنوان البحث الذي تريده وتخرج لك أعداد كبيرة جدا من نتائج البحث لكن ينبغي هنا في مثل هذه الطريقة أن نتنبه إلى مصداقية المعلومة فالمعلومات الموجودة في النت هي معلومات كثيرة متبعثرة وينبغي أن نفرق بين المعلومة الصحيحة والمعلومة التي قد تكون غير صحيحة أو غير دقيقة وهذا بالنظر إلى يعزو هذه المعلومة إلى مصدرها فإذا كان المصدر موجود وهو صحيح وموثوق فلنعتبرها هنا أنها معلومة صحيحة وممكن نستفاد منها وإن كانت مجهولة المصدر فهنا ينبغي أن نتجاهلها ولا نتعامل معها لأننا نتعامل هنا في بحث علمي فقهي ينبغي أن تكون كل معلوماتنا موثقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اشتركوا في القناة